نحن الآن في جيتو أملازيا القريب من مدينة دوربان وهذه بيغي هذا بيتنا أو هكذا كان اليوم صار فندقا صغيرا هل يمكننا القيام بجولة في الداخل؟ بيغي قامت بتجهيز هذا الفندق الصغير على أمل استقبال بعض الحرفاء من المشجعين الذين سيتحولون مع منتخباتهم إلى جنوب أفريقيا ولكن ورغم المجهودات التي بذلتها لأنها لم تتلقى حتى الآن أي عملية حجز ولو لغرفة واحدة هل هي الأزمة المالية العالمية وتداعيتها أم هي المخاوف من انعدام الأمن في مثل هذه الجيتوهات؟ بيغي لم تجد بعض إجابة عن هذا السؤال لو جئت هنا أثناء منافسة كأس العالم هل سأكون آمنا؟ نعم الجميع سيعمل ما بوسعه لحمايتك لقد استضفت سيدة داني ماركية جاءت إلى هنا للقيام ببعض الأبحاث وعندما كانت تتجول في الشارع الجميع كان يتوقف بقربها للإطمئنان عليها ويسألونها إن كانت بحاجة إلى مساعدة ما ارتفعت عائدات تنظيم كأس العالم إلا أن بيغي لا تصدق ذلك وهي تقول على كل حال نحن هنا في أملازي لن ننتفع أبدا بهذه العائدات الناس العاديون هنا لن ينالوا من هذه العائدات شيئاً من سيشني أموالاً من وراء ذلك هم الناس الذين يقومون بتنظيم التظاهرة حتى الشبان الذين يقومون ببيع التذاكر أمروا بعدم الاقتراب من الملاعب لمن سيبيعون إذن بطاقات الدخول؟ جنوب أفريقيا قامت باستثمار خمسة مليارات وستمائة مليون يورو حتى يتسنى لها تنظيم كأس العالم وكان الهدف من وراء ذلك دفع عجلة الاقتصاد وإعادة بعض الأمل لسكان الضواحي والجتوهات من الشباب إضافة إلى بعث خمسين ألف موطن شغل من المفترض أن تستمر حتى بعد انتهاء منافسة كأس العالم في دوربان وفرت عملية بناء الملعب ثلاثة عشر ألف فرصة عمل ولكن لن يستمر الحال على ما هو عليها بعد كأس العالم يقول مدير أحدى المدارس بأوم لازي نحن سعداء في الحقيقة لأن بعض العائلات تمكنت من إيجاد عمل ونأسف أن ذلك كان وقتيا لا أكثر فبعد انتهاء كأس العالم ولأن الملاعب تم بناؤها فأن العمال سيعودون إلى البطالة مجددا وهذه المنشآت ستظل دون نشاط إلى الأبد العنف هو الهاجس الأكبر الذي يؤرق المواطنين هنا خمسون عملية قتل يوميا في جنوب أفريقيا ونصف السكان في هذه القتوهات يعيشون بأقل من دولارين في اليوم في هذه الضواحي الحال لم يتغير عما كان عليه زمن التمييز العنصري إلا أن الأمل لا يزال قائما إذا أخذنا بعين الاعتبار تاريخ البلاد فإن جهود الحكومة تستحق تحية إكبار لأنها استطاعت أن تؤسس لمناخ إيجابي فسكان جنوب أفريقيا منفتحون بطبيعتهم وخصوصا في البيتوهات وفي الأحياء الشعبية وللحد من الجريمة يجب دعم المواطنين والنهوض بقطاع التعليم ثم إن كأس العالم هي الوسيلة المطلة للوصول إلى هذا الهدف فعوض التوجه نحو الانحراف والجريمة فإن الناس بإمكانهم عمل شيء مفيد لأنفسهم ولصالح عائلاتهم ومجتمعهم بإمكانهم اشتركوا في القناة